ازايكم؟ طبيعي ان العالم السعادة بتاعته تتأثر بالكورونا لان هي اضطرت الناس ان هي تبعد عن اهلهم يبعدوا عن صحابهم فالناس بعدوا عن بعض السفر كمان توقف فترة طويلة وفي ملايين ماتوا كل ده بيسبب حالات اكتئاب او انزايتي او اللي هي النوبات قلق العالم كله عانى او لسه بيعاني بسبب فترة كورونا اللي احنا لسه فيها لحد النهاردة هو طبعا الفلوس ممكن تشتري لك شوية سعادة بتجيب لك كل احتياجاتك وبتتعالج لو انت عين تبعت الشر عليك وطبعا وبتخليك وتتفسحه تخليك تعمله اي حاجة حلو انت عايزينه بس الفلوس مش كل حاجة بس الفيديو النهاردة مش بس هنتكلم عن الفلوس يعني هي الفلوس جزء صغير من اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة زي ما شفتوا التايتل بتاع الفيديو ده هو بتكلم عن اسعد الدول في العالم واتعاسهم لان في العالم فيه ناس غنية بس مش شرط ان يبقى جنبهم ناس بيحبوهم وبيهتموا بيهم وممكن يبقوا طعسى لان ما عندهمش حرية او حاجات تانية كتير بتأثر على سعادتهم فبيبقوا طعسى من سنة 2012 وهيئة الام المتحدة بتعمل تقرير كل سنة ما بين 149 دولة بيعملوا استطلاع رأي عشان يرتبوا السعادة ما بين دول العالم بينشروه كل سنة في شهر مارس واللي احنا هنقوله النهاردة ده حاجة اتنشرت في شهر مارس اللي فات لسه مبلولة لحد ده التقرير ده بيقيس حاجات كتير عشان يعرف السعادة يعني عن طريق حاجات كتير مش ملموسة مش زي فلوس مثلا بس هيب فلوس جزء منه الحاجات اللي بيقيس عليها مثلا الدعم الاجتماعي والدعم ده دعم جاي من الناس اللي حوالين الشخص او من الحكومة والدعم ده مش شرط يبقى مدية ممكن يبقى معناويا يعني لو شخص حصلت له مشكلة هل الناس هتدعمه والحكومة هتدعمه ولا لا ثاني حاجة هي الحرية في اتخاذ القرار في حياة الانسان يعني انا كشخص حر اقدر اخد قرار فادي لوحدها سبب من اسباب السعادة زي القرار ان هو يتعلم او متعلمش زي موضوع الجواز زي موضوع الشغل حد بيكرر عنك ولا انت اللي بتكرر ثالث حاجة هي سخاء الدولة مع مواطنيها رابع حاجة هي الفساد اللي موجود سواء في الحكومة او في التجارة في اي بلد فادراك الناس للفساد ده برضو سبب من اسباب التعاسة او السعادة خمس حاجة التجارة العاطفية هل هي سلبية ولا ايجابية زون هلل وده واحد من الناس اللي بيشتغلوا مع الامم المتحدة عشان يحضروا التقرير ده كل سنة الراجل ده قال ان من الغريب ان في ناس متأثرتش سعادتهم من السنة اللي فاتت من ناحية الكورونا يعني الكورونا ما أثرتش فيهم اصلا بس الراجل ده كمان قال ان في تفسير للموضوع ده وهو مش متأكد ازا كان التفسير ده صح ولا غلا هو بيقول ان الناس بالنسبة لهم كورونا هي خطر بيهدد الناس كلها مشترك وده خلى ان الناس كلها تجتمع على حاجة واحدة ان الكورونا دي جايلنا احنا كلنا فاحنا كلنا هنبقى ضد الكورونا فدي حاجة بتجمعنا مع بعض فاحنا لازم نتوحد ولازم كلنا نبقى مع بعض عشان نقضي على الكورونا دي زي المانيا مثلا طلعت عشر مراكز السنة دي وكرواتيا نطت نطة مش طبعية السنة دي كرواتيا كانت بمركز التسعة وسبعين السنة اللي فاتت السنة دي بقت تلاتة وعشرين فرق ستة وخمسين مركز عن السنة اللي فاتت بس ايه هي البلاد اللي سعادتهم تراجعت عن السنة اللي فاتت زي النرويج مثلا تراجعت خمس مراكز عن السنة اللي فاتت النرويج دايما كانت في اول تلاتة من اسعى الدول فهي رجعت خمس مراكز في مبقيتش من التلاتة الاولانيين بريطانيا نزلت برضو خمس مراكز السنة دي في المراكز العشرين الاولى في دول موجودة احنا اول مرة نشوفهم في المراكز دي مع ان عندهم كورونا زي اي دولة تانية في العالم زي مثلا كرواتيا وفرنسا وطايوان تعالوا دولتا اقول لكم مين العشرة الاسعد في العالم وبعد كده اقول لكم مين الاطعس وبعد كده اقول لكم خمس ست سبع دول كده من الناس اللي بتتبعنا دول عربية قبسو المراكز العشرة الاولى هي المركز العاشر النمسا فيينا لسه محافظة على اسمها كافضل مدينة للعيش في العالم فمنطقة جدا ان النمسا تبقى في اسعد عشر وكمان دخل الفرد في النمسا مرتفع فيها خدمات اجتماعية كويسة جدا مساحات طبيعية واسعة عشان تقدر تشوف الطبيعة تروق على نفسك كده المركز التاسع نيوزيلندا نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة اللي في اول عشرة مش موجودة في اوروبا بره اوروبا معدلات نيوزيلندا دايما عالية لجودة الحياة وعندهم في توازن ما بين العمل والحياة الخاصة السنة اللي فاتت الشعب النيوزيلندي كان مبسوط وفخور جدا بأداء رئيسة الوزراء بتاعتهم لان الستة دي خدت احتياطاتها من قبل ما الدول ما تتأثر قوي بالكورونا قبل ما يبان حجم تفشي الوباء وعرفت تسيطر على الموقف بسرعة والكورونا عندهم خلصت بسرعة وانقذت روح كتيرة جدا كانت ممكن تموت وده ساعد ان البلد تبقى مفتوحة وقت بدري جدا عن بقية دور العالم المركز الثامن النرويج النرويج سنة 2017 كانت هي الاول ومن ساعد مانا ورحت وهي كل سنة في النزل معان النرويجيين اصلا ما بيشتكوش يعني ما عندهمش حاجة كبيرة يشتكوا منها الضمان الاجتماعي في النرويج من الافضل في العالم الاقتصاد بتاعهم مزدهر وده بيخلي الناس عندهم احساس عالي كده بالامان للمستقبل انهم عندهم مستقبل كويس فما ضمنينه يعني في جيبهم الاخر وطبعا الطبيعة الحالوة اللي موجودة في اي حتة في النرويج مخليها الناس سعدة المركز السابع المانيا نطت عشر مراكز في سنة واحدة والاول مرة تدخل في اسعد عشر دول في العالم والاسباب الرئيسية ان تقييمها يزيد كده هي زيادة الامن المالي واستقرار الاسرة الالمان فخورين وسعدة بالاداء بتاع ميركل رئيسة الوزراء بتاعتهم في مواجهة الوباء والحكومة كلها مش ميركل بس عشان بس بقيت الحكومة يزعلوش المركز السادس السويد مع ان ترتبها اقل من السنين اللي فاتت بس برضو هي من الافضل في العالم من حيث المعيشة والعمل وتربية الاطفال وده عشان عندهم نظام تعليمي محترم جدا واجازة ابوية مناسبة وكبيرة ورعاية اطفال مجانية المركز الخامس هولندا الهولنديين حاسين بالسعادة اكتر من اي وقت فات يعني مضغازة وبالذات المراهقين يبقى عشان الحشيش فالسعادة عندهم بدأت مبادري شويا من ايام مراهقة يعني فيه تقرير كتير اتعملت من ضمنهم تقرير عاملين اليونسف وWHO وWHO دي منظمة الصحة العالمية قالوا في التقرير ده ان المراهقين اللي موجودين في هولندا حاسين بسعادة مش حاسينها اي مراهقين في اي دولة ثانية في العالم المركز الرابع سويسرا النظام الحكم في سويسرا مش موجود كنظام bookstore فاي دولة تانية في العالم ولا في اوروبا ولا بر الوروبة بيعملوا دايما استفتاء ما بين الناس على القضايا الرئيسية اللي بتحصل بشكل منتظم زي ما قلنا في حلقة سويسرا هتلاقيها موجودة فوق هنا ممكن انسى حطها يعني مش بيبنوا حتى نفق من غير استفتاء يعني لو عندك دلوقتي انت في الشرع بتاعك مش هتلاقي فجأة الحكومة جات وبتحفر عشان تعمل نفق لا انت هتلاقي الاول جاي لك جواب في بسطة عشان تصوت نعم ولا لا على بناء النفق ده وانت لو ما وفقتش وغيرك ما وفقش يبقى النفق ده مش هتعمل السويسريين من اسكى الشعوب في اوروبا اللي بيفهموا في السياسة وعندهم ذكاء سياسي ومثقفين سياسيا طبعا كواس جدا جدا وده بيعلي عندهم الانتماء وكمان بيعلي عندهم السعادة لان كل الناس السويسريين بيشاركوا في اي حاجة لها علاقة بإدارة البلد وطبعا ما ننساش ان الطبيعة في سويسرا فضيعة وهمية يعني فده برضو بيسبب السعادة لو بتشوف الفيديو الحد هنا اريد تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم الحد هنا واعملوا سبسكرايب لو بتشوفونا من اليوتيوب واعملنا لنا فولو على صفحة الفيسبوك وتعالوا نكامل فيديو المركز الثالث الدنمارك دايما الدنمارك بتبقى موجودة في اول عشر الحياة في الدنمارك مختلفة والعالم كله عايز يعيش على نفس طريقة الدنمارك دايما بيركبوا عجل ناس ريئة كده جميلة بيحترموا كل الناس اللي حواليهم بيحترموا الطبيعة بيحترموا اي حاجة فالاحترام تلاقي احد بيحترم التاني وانا بيحترم التاني فالناس كلها بتحترم بعضها فده بيسبب السعادة ده غير طبعا المرتبات الكويسك جدا جدا وده طبعا غير التوازن اللي ما بين الشغل والحياة الشخصية وطبعا نظام التضامن الاجتماعي اللي موجود في الدنمارك ممتاز المركز الثاني ايسلندا الايسلندين مفيش اي حاجة بتبهرهم لان هم عندهم الابهار نفسه عندهم السائع والسخن اصلا كانت حلقة ايسلندا كنا بسمينها بلد التلج والنار فهم عندهم براكين وعندهم تلج فهم مبهرين لوحدهم يعني سكان ايسلندا 350 الف بس فعدد صغير كشعب يعني كده فهتلاقيهم التضامن ما بينهم سهل قوي كعدد فهم بيتربطوا مع بعض فمثلا مشكلة كورونا لما تتحل عندهم وطبعا بتتحل اسرع من اي بلد تانية لان عددهم قليل قوي فبعد المشكلة دي ما بتتتحل فبتلاقيهم عندهم مستوى السعادة بيزيد اكتر واتربطهم بيزيد اكتر حتى السعي لحل المشكلة بيزيد التربط ما بينهم بيعمل لهم سعادة حتى لو لسه مشكلة موجودة المركز الاول كان العادة فنلندا فنلندا للسنة الرابعة على التوالي تاخد المركز الاول ملل ملل بسرعة يعني جات كورونا ما اثرتش الناس كلها حاولت تسبق فنلندا محدش عارف يوصل لها وهي قاعدة في الاول كده رغم اي حاجة اتكلمنا بالتفصيل في حلقة فنلندا عن سبب سعادتهم وهما ازاي متقدمين في الناحية دي يعني فبرضه هتلاقوه اللينك هنا او هنا مش فاكر بس مهم ان انا افتكر احطه طبعا الناس هناك مرتبتها عالية جدا ونظام التعليم بتاع فنلندا الناس بتحاول تقلده عشان هو مثال كده لنظام التعليم البرفكت غير ان هما كشعب مهتمين بصحتهم جدا جدا ورياضيين قوي وعندهم نظام ساونا حلو كنا قلنا عليه في الحلقة برضه فساونا بيجيب سعادة معروفة يعني غير الطبيعة الحلوة قوي اللي عندهم وثقة في الحكومة كل ده ساهم في سعادة الشعب في الناحية تعالوا دلوقتي اقولكو ايه هما اتعس خمس دول في العالم المركز الخامس في دولة او دويلة حاجة كده صغيرة جدا اسمها ليسوتو موجودة جوه جنوب افريقيا بس هي عندها حدود دي خامس اتعس دولة في العالم الرابع من تحت هي بتسوانا هي برضه كمان دولة افريقية موجودة فوق جنوب افريقيا على طول التالت اتعس تالت دولة في العالم هي رواندا افريقيا التاني اتعس دولة في العالم زمبابوي افريقيا أتعس دولة في العالم السنة دي هي أفغانستان وده طبعا بسبب الحروب احنا كده خلصنا الترتيبين الأتعس والأسعد تعالوا بقى إيه أكيد كل الناس بتفرج علينا الوقت يعايزين يعرفوا ترتيب البلد اللي بتفرجوا علينا منها هم هو إيه الترتيبين فأنا هقول لكم الدول اللي بتابعنا أو أكتر دول بتابعنا وعموما هبقى سايب اللينك بتاع الترتيب في الـ description box فادخلوا وشوفوا ترتيب الدول اللي انتوا عايزينها عموما مصر السنة دي في المركز 129 من 149 دولة وكانت السنة اللي فاتت في المركز 132 مصر تقدمت أربع مراكز عن السنة اللي فات فاحنا أسعد من السنة اللي فات سوريا للأسف مش موجودة في التقرير المغرب في المركز 104 السنة اللي فاتت كان في المركز 106 كده تقدمت مركزين الجزائر في المركز 107 وكانت في المركز 109 فبرضو تقدمت مركزين الإمارات زي ما هي 25 والسعودية زي ما هي في المركز 26 زي السنة اللي فاتت بالظبط فاتت في المركز ال 123 فبرضو تقدموا مركزين اكتبونا في التعليقات البلد اللي انتم منها كنتم متوقعين هي تبقى في المركز الكام وبعدين لايتو ايه وعشان تعرفوا اكتر شوفوا المصدر اللي موجود في ال description box عشان تعرفوا اكتر وتقروا اكتر وتعرفوا اي دولة انتم عايزين تعرفوها اهم حاجة جماعة في حياة اي يوتيوبر هو الايك فاعملوا لايك هنا او اعملوا لايك لو بتشوفونا من فيسبوك واعملوا لايك لو بتشوفونا من يوتيوب واشتركوا في التشانيل لو بتشوفونا من يوتيوب واشتركوا واعملوا فولو الفيسبوك لو بتشوفونا من الفيسبوك زيء زيء ربيب واستنونا في الحلقة الجاية من بسواء احنا راحين دبي الحلقات الجاية هتبقى من دبي هنصور حاجة كتير في الشارع وجوا ببيت وفي اي حتة فاستنوا الحلقات الجاية عشان هتبقى جامدة جدا باي اشتركوا في القناة